تنقل عدسات الركاب الذعر الذي عاشه البلجيكيون الهاربون من وجه الموت سواء في مطار بروكسل أو في محطة مالبيك لقطارة الأنفاق ومعه توثق الفوضى التي عاثها الإرهاب فوق محي عاصمة الاتحاد الأوروبي لقد ضرب الإرهاب بلجيكا ولكن المستهدف هي أوروبا بأسرع النفير العام الذي أطلقه الرئيس الفرنسي بعيد هجمات بروكسل أشار إلى تهديد عالمي تواجهه أوروبا تهديد قد يشير بأصابع الاتهام إلى تنظيم داعش المتمركز على بعد آلاف الأميال من أوروبا ولكن الربط لا يبدو مستغربا خاصة بنسبة لفرنسا التي خبرت بنفسها خلال هجمات تشرين الثاني نوفمبر الماضي مدى الترابط بين داعش وخلايا المهاجمين هجمات باريس أظهرت بوضوح وجود شبكات كبيرة للإرهاب داخل أوروبا شبكات لا تقتصر على المهاجمين التسعة الذين نفذوا الاعتداءات وإنما تتعداها إلى فريق دعم كامل يضم سائقين وحاضنين ومقدمي السلاح وغيرهم وتجد أوروبا نفسها رغم كل إجراءتها الأمنية المشددة في الأشهر الأخيرة عاجزة عن استئصال جذوة إرهاب محلي الصنع ذا امتدادات دولية فجميع منفذي هجمات باريس هم أوروبي المولد لكنهم استلهموا الأفكار المتشددة من تنظيمات مثل داعش وسواها كما ذهب الآلاف منهم للقتال في صفوف التنظيم في سوريا فعبد الحميد أبا عود البلجيكي مثلا الذي تشتبه السلطات الفرنسية أنه العقل المدبر وراء هجمات باريس يرجح أنه قاتل في صفوف تنظيم داعش في سوريا في ربيع وصيف العام 2014 وتبين دراسة للمركز الدولي لدراسة التشدد والعنف الديني أسباب خشية أوروبا من تنظيم داعش الذي يعد خمس مقاتله غربيون كما تبين الدراسة وجود ألاف المقاتلين من أنحاء أوروبا في صفوفه تتصدرهم عدديا فرنسا وإن كانت بلجيكا تحتل الصدارة أوروبيا لجهة تعداد مقاتليها مقارنة بعدد سكانها وتبرز لدى متتبعي الشبكات المتشددة في أوروبا ضاحية مولنبيك في العاصمة بروكسل التي يغلب المهاجرون على تركيبتها السكانية وحيث ألقت السلطات قبل أيام القبض على صلاح عبد السلام أحد منفذ هجمات باريس الذي تلاحق السلطات الفرنسية والبلجيكية منذ أشهر لقد تمكن عبد السلام من البقاء طليقا لأربعة أشهر تنقل خلالها بين العديد من المنازل داخل بلجيكا بمساندة هذه الشبكات التي تمكنت على ما يبدو من إعادة إنتاج هجوم آخر في بلجيكا ويرى البعض أن الإجراءات الأمنية المشددة قد لا تجد بمفردها في احتواء التهديد الذي تواجهه أوروبا خاصة وأن أجهزتها الأمنية كرست العديد من مواردها لمحاولة الحد من تدفق اللاجئين موسيقى